المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي هذا عمل تشرفت بأن المجموعة العربية داخل صندوق النقد الدولي قامت بترشيحي واختياري بالإجماع لتمثيلها على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اعتبارا من نوفمبر 2020 وده مهمة بأنه يعني أنا عضو بمجلس إدارة الصندوق وبقوم بتمثيل 11 دولة عربية ومعهم جزر المالديف باتشرف أيضا بتمثيلها لكل ما يرتبط بملفات هذه الدول سواء لمتابعة برامجها الاقتصادية أو بمراجعتها اللي بيتم من خلال صندوق النقد الدولي ذات كل ما يرتبط بالإدارة الخاصة بالصندوق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي هي السلطة العلية التنفيذية اللي بتقوم تحت مجلس المحافظين بما يعرف به حوكمة وإدارة المؤسسة المالية الدولية العريقة اللي بترجع لإنشاءها للأربعينيات من القرن الماضي بعد الحرب العالمية التانية وفق الاتفاق بريتون وودز